دكتور جمال سلام ما بين الجمهوريين والديمقراطيين ممكن نستخدم المصطلح المصري يعرف يا قلبي لا تعزل في النهاية ترامب عندما كان في سدة الحكم هو من نقل السفارة الأمريكية إلى القدس تحدياً لكل العرب وتحدياً للقضية الأزلية وهي قادرة الصراع العربي الصهيون إذن هل نعوّل على إدارة ترامب في أنها قد تخلق شيء من الحلحلة ولا علينا أن نفقد الأمل في ذلك دكتور أيمن قال الجهة الوحيدة اللي تقدر توقف في الولايات المتحدة طب أمريكا واضح أنها مش عايزة توقف حتى هذه اللحظة أين المفر؟ يعني في البداية أتحدث عن تصريح لجون كيربي مسؤول الأمن القوم الذي تحدث وقال أننا لن نلزم إسرائيل بجدول زمني لوقف الحرب ففي البداية يعني هو بيعطي تصريح كارت بلانش أو تصريح بلا نهاية إلى إسرائيل للقيام بأعمالها العسكرية أو عملها العدوانية ضد نحن أمام أما إذا كنا نتحدث عن إدارة الجمهورين أو إدارة الديمقراطين الجمهورين هم أكثر تشددا وأكثر يعني عدوانية تجاه العرب يعني وبالتالي هم يعني أكثر ميلا لإسرائيل من الديمقراطين يعني الديمقراطين بايدن بهذا الدعم اللامتناهي إلى إسرائيل هو يعتبر يعني لا يساوي شيء بالنسبة إذا جاء ترامب ترامب كما تحدثت أنت في البداية هو الذي نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة وهو الذي أقرب أن الجولان يعني هي أرضا أو أقرب ضم إسرائيل إلى الجولان نتحدث أيضا عن ما يتشدد به بايدن ويقول بين الحين والآخر هي عبارة عن ثرثرة فكرة حل الدولتين وقال مرة كان يتحدث بيقول أن حل الدولتين في ظل هذه الظروف لن يكون هناك لن يكون يعني متيسر ومرة أخرى يقول أننا يعني قد نفكر في فكرة حل الدولتين أي دولتين التي يتحدث عنها ترامب أو يتحدث عنها حتى قضى الأوروبيين يعني نحن نتحدث عن الضفة الغربية المقطعة الأوصال بها 120 بقرة استيطانية يقتنها نحو الضفة الغربية الضفة الغربية نفسها معتلة يقتنها نحو 550 ألف مستوطن يهودي القدس نفسها فيها 300 ألف مستوطن يهودي وجال استكمال التهويد وبالتالي وهي عاصمة ليس فقط عاصمة لإسرائيل منذ أن نقل السفارة ترامب إليها هي عاصمة لإسرائيل منذ عام 1980 حينما أعلن مناحن بيجن أن القدس هي عاصمة لإسرائيل فبالتالي هل سترضى غزة طبعا مضمرة مخربة نحن أمام نهيك عن أننا أمام حكوم رئيس وزراء اللي هو بن يمين نتنياهو هو شخص يعني مصاب بسعار القتل وسفك الدماء لا أقول بن يمين نتنياهو رئيس وزراء الحكومة كلها هي مصابة بهذا لا أقول أيضا الحكومة كلها نحن نتحدث عن مجتمع مجتمع نفسه ظلوم مظلم برغم هذه الجرائم العدوانية وهذه نحن نتحدث عن 29 ألف شهيد وأكثر من 70 ألف جريح لم تكن مظاهرة واحدة في إسرائيل تدين هذا أو تطالب بواقف العدوان معظم المظاهرات التي قامت محدودة أمام مقر الرئيس المزراء الإسرائيلي هي فقط للحديث عن تبادل الأسرة وأننا بالفعل يعني يجب بالفعل أن يكون هناك حل ويكون هناك هدنة لتبادل الأسرة من أعداد محدودين هم أهالي الأسرة الإسرائيلين فبالتالي يعني التعويل على قيام دولة فلسطينية في ظل هذه حتى لو تغيرت الحكومة الإسرائيلية هل تجرؤ حكومة جديدة سوف تجيء في إسرائيل يعني تفكك المستوطنات في الضفة الغربية أو تزيل أو تعترف بأن القدس الشرقية هي عاصمة للدولة الفلسطينية المرجوة أو فكرة إعادة بناء غزة كل هذه أنا أعتبرها يعني هي أشياء أماني من أمانية العرب لكنها لا أريد أن أقول أنها أحلام يعني أن أسفه أحلام بعض العرب دون أن يكون هناك ضغط عربي على الولايات المتحدة اللي هي صانعة إسرائيل وضامنة إسرائيل وحامية المشروع الصهيوني في هذه المنطقة فبالتالي لن يكون هناك مستقبل لأي دولة فلسطينية على الأقل في المستقبل القريب ترجمة نانسي قنقر